السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفرك ربي وأتوب ليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لي في البداية يريد كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك واللي بتابعنا الأول مرة اشترك معنا بالقناة وما تنسوش تفعله زر الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة نبدأ من عند سطلانة ولا رأسة مرسل كولر لا خلينا نبدأ من عند المشجع الزمالكاوة أنا عايز اسم الرجل الهزاني بيفكرني بالفنان الراحل حسن عبدين في فيلم ضرب الهوى حينما ذهب إلى فناة الهوى بيته من بيوت الهوى وقال وهو بايش أكبير وهو رجل وده رجل جاي من ألمانيا عم الحاج وده رجل جاي من بلد كلها المكن بلد المكن جاي من ألمانيا يعني والبلد البسكرتات يعني بيسنعه جاي دار المشوار وصارف ومكلف وراح ووقف ومسك العلم بتاع نادي زبالك ودخل واللعبها خارجة من المطار ودخل يقابلهم وش في الوش كده وما فيش حكام وما فيش مفيش التحكورة واربعة سفر وغداد هلا لم يراعي ان النادي لم يراعي ان هو مصري وذول اللي بيعملهم مصريين لم يراعي ان النادي الاهلي طالع من مباراة اتنين واحد وجاي ومركز وفيه ضهوط وفيه قرف ومش مراعي ان السنة اللي فتت في المغرب مباراة واحدة وجاي بيقولك مفيش حكام رجل مفيش خالص يعني السنة اللي فتت مباراة لعب نهي على قلب المغرب على ملعب المنافس من مباراة واحدة وانت جاي تقول لي وداد ومفيش ظلم ده أكثر ظلمة حصل السنة اللي فتت ومع ذلك وقف وش اللعين وما حدش فيهم يتكلم كل اللي عم ابتسم السيدة عبريسي ابتسم ابتسامة بس راح يحتفل مع فرقة غير فرقته في بلد غير بلده مع ضد ابناء من بلده مش مهم بقولك شجعني لكن احترم نفسك خليك بعيد هو حد من الوداد عمل اللي انت عملته ده مفيش واحد من جمهور الوداد دخل عمل اللي انت عملته المنافس بتاع المباشر مفيش حد فيهم قدر ان يخش يستفزيني ليه لانهم محترمين لانهم يعني عارفين ايه منافسة شريفة يعني ايه دول في ده نقول ايه وانت بتحتفل وبتحفل على النبل انت بقى حظك السيء بقى ان لعبة النادي الاهلي استضوف المطار شفتوا انتو الفيديو طبعا ها لعبة النادي الاهلي قاعدة تحتفل وبيحتفلوا عن قدره وعن ساخنباطر بقى بحتفل بنفسي ما بحتفلش بفرقة تانية مش فرقتي ها مش دارب مشوار ورايح ها افضح نفسي واحرج نفسي علشان فرقتي مش قادرة تفراحني فرايح تاني الفرقة تانية في بلد تانية تفراحني لا لعبة النادي الاهلي بقى هم اللي جابوا البطولة وردوا بعد ما جابوا بمنتهى لأدب والاحترام والشيكة وعنين يحتفلوا بتاع كنوع من انواع الهزار يعني انواع الهزار لكن هل في اي حاجة انت تزعلان لي لا انا عايز اسم الراجل اللي هزأني طب هو في رجالة بتهزأ اولا هي فيل لا فيش حد اهزأ وقال لك عايز الراجل اللي هزأني وشام يبعك ابنادي الكية ابتع لقطة هو ابتع لقطة الراجل بيقوله شتمك قالك ايه وبعدين ما انا عادي يعرف اسمه قال لكم ها ان انت ماش عارف حارس مرمون النادي الاهلي ابن الكابتن شوير ابن شوير شوير مش عارف حارس مرمون النادي الانت شوير اللي كان الراجل ده اللي بيقولك اذا ما الجاوب ينفهم كورة ها واللي رايح يشجع الولاد ها يعني اكيد شاف مباراته الزهاب اللي كان واقف فيها في مباراته الزهاب هو اللعب شوير وقال لك والا في الصورة ده اللي بيكلم مش عارف ايه يا خطيب يا نادي الكيام يا نادي الكيام كيام ايه نادي الكيام نادي مش عارف ايه ولا يا راجل شتامني طبعا هذا الشخص أنا لا أستبعد إنه ممكن في قناة نهاية الزمالك يبعتونه دعوة أو يقولونه بكلمنا أو يعملونه مدخلة بالليل ويقولنا إيه لو حصل والحكاية طب قال بقوله شتامك قال لك إيه مش حال قال لك لا يا شتامني أنا عايزة أعمل مش عارف إيه أسجد شتامك قال لك إيه لعبة بتحتفل وتلف وتدور وبترقص ومبسوطة مبسوطة ده دوري أبطال يا حبيبي ده أكبر مطولة قرية للأندية في القارة الأفريقية حبيبي اللعبة بترقصه وبتحتفل ها؟ وإيه يا نادي الكيم يا نادي الكيم فيه فرق إشهازة فيه شوية ناس بقى مهطيل كده عياشة وغيره طالع بيقولك إيه اللي تصرفه تصرف مشجع لادي الزمالك تصرف تفولي واللي عملوا لعبة النادي الأهلي أيضا تصرف تفولي ده شغل أدفال لا مش هو لأتفال اللي أجمل من كده بقى اللي كانت ينسادع مبعيز بقوله ينسادع مبعيز ده يا حاجات يا جدع يعني بيضرب ولا وبييجي كده طبعا ده لما السابق اللعبة النادي الأهلي رفع عالم وهو بيتف للوداد وداد مترجي مترجي فالراجل واقف بيتكلم بتاع القبل بيقوله أنا عايز اسم الراجل اللي هزقني فسابق عبيز قاله اسمه المترجي والله يا العظيم ذا مزال عسل كابلن سيد عبد الحفيز يعني لعبة انت رايح تحتفل شوف يا أخي قلة رايح تحتفل بنادي غير نديك نديك مش قادر فرعك ولعبتنا بقى بتحتفل وردت بأسلوب راكب محترم عليك اللي انت ما قدرتش اللي هما تحملوه في عز الضغط انت كمشجع ما عندكش بقود ما قدرتش تحمله عادت تعيط انت كمشجع ما قدرتش يا خطيب مترجي مبسوط المترجي ما عايز اسم الراجل اللي هزقني طبعا الفرح حلو زي ما قلت حلواتكم نعبت نادي الاهلي بالامس فرحة ورواءان ومارس الكولر وطاهر والناس بتحسد النادي الاهلي يعني واحد زي عمراء قديم بيقولك نادي الاهلي ياخد 4 مليون دولار مكافئة بطولة افريقيا بيقولك كل دي فلوس لمت حاسب اهدى 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 عمور 4 مليون دولار غير كمان تقريبا حوالي من 2 مليون دولار او حاجة زي كده اه ممكن يكونوا المبلغ بتاع كأس العلم للاندير على حسب احنا ما نوصى ممكن يزيد كمان يعني بسم الله ما شاء الله ده فتحت خير يا عمور ده طاية الاهلي تفتحت لنا ايبا افتحالنا من زمان بس انتم طبعا كابتن الخطيب ومجلس الادارة بقمة الاحترام والادب والاخلاق راحوا لمدرجات النادي الاهلي واحتفلوا طبعا البعثة رجعت صباح اليوم كان في استقبالهم وزير الشباب ورياضة كله يبا مع النادي الاهلي تم بارح مع النادي الاهلي كله بياخد اللقطة تخيل بقى يا صديقي ان النادي الاهلي راح كأس العلم المرة التسعى في تاريخه لا يكون في سعودية في حين ان منشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا المدير الفاني اول مرة يشم كأس العلم للاندية النادي الاهلي رايح كأس العلم للاندية في كرة اليد النادي الاهلي رايح كأس العلم للاندية في كرة السلة النادي الاهلي رايح كأس العلم للاندية في كرة القدم فيه يا جماعة جمال أكتر من كده فيه جمال أكتر من كده فيه ناس كتير بقى في الإعلام يقول لك الأهلي كسر عقدة الوية عقدة الوداد إيه؟ الوداد لعبني حوالي تقريباً 13 مرة أنا كسبته 5 وتعدلنا 5 وهو كسب 3 مرات فين العقدة وين؟ وين هالعقدة؟ وين هالعقدة؟ عقدة إيه جدعان فيه إيه؟ ما تكبروش الموضوع وما تضخموش الأمر طبعاً كهرباء كلنا فرحلين لكهرباء وخصوصاً بعد مهتزة قال لك أنه إيه واش هيلعب لو حتى مباراة وديها مع البلاستيك مش هيلعب طبعاً كهرباء كان في قمة السعادة قال لك أنا بابا يا أهلا تعرفوني يواجه كلامه المين؟ أنا بابا يا أهلا أنا بابا المجال طبعاً مع نفوز النادي الأهلي بدور أبطال أفريقيا هيلعب في السوبر الأفريقي إن شاء الله هيواجه نادي اتحاد العاصمة الجزائري كل التوفيق بإذن رب العالمين ليه النادي الأهلي كلمت عن محمد عبد المنعم وقلت أن محمد عبد المنعم من وقت بطولة الكاميرون ولما تم اختياره من ضمن من العناصر المثالية أو التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا بعد النهاية أداء وطريق رغم ما بدأش من الأول يعني لعبه حوالي تلت أربع مفريات كان الوينش بدأ وبعد كده الوينش تصوي أو أحمد حجازي الوينش تصوي بعد كده أحمد حجازي وبعد كده كم من محمد عبد المنعم أنا لازلت من وقت بطلب وأقولت أنه هو من أفضل مدافعين من شايفه من أفضل مدافعين على مستوى العالم مش بس في النادي الأهل الناس كنا بتكلم فترة ما فترة على برجيل بانضايك أنا شايفه ما يقلش عن برجيل بانضايك بل يتفوق على برجيل بانضايك كمان في قصة تسجيل الأهداف بيلعب بالرأس بشكل جيد بيوجه رأسه بشكل جيد وبيسجل أهداف بالرأس متميز بسم الله إن شاء الله بإذن الله هيكله شأن كبير في القرى العالمية إن شاء الله بإذن رب العالمين أفشى طبعا بخلفة الظل زي ما تبعته من حوار معاه بيقوله أقسم بالله أقسم بالله علي معلول أفضل باك رايت في التاريخ كله علي معلول باك رايت أنت مجابه جاك بالعب باك ليفت ولا باك رايت كانت نساء الله عبد الحفيز بيقولك حان خلنا فكرة إطلاق صفيرات المنافس عند استلام الكرة وعملناها في التدريس حضراتكم نمجربوا عملوا مكبرات صوت بأصوات الجباهير بتاعت الوداد عشان يبقوا عيشوا في جواب ضغط قالك حان خدناها من مشجع اسمه كريم هو اللي إدالنا الفكرة ده الفكرة دي وجه من مصر وكان على يقين بالفو بوهوز النادي الأهلي طبعا مارس الكولر حدث ولا حرج عن مارس الكولر مع النادي الأهلي حتى الآن قالوا بأربع بطولات اتنين سوبر واتنين سوبر وكاس مصر واتنين سوبر والدوري في الطريق ودوري أبطال إفريقيا وإن شاء الله ناخد السوبر للأهلاك لكن لك أن تتخيل أن النادي الأهلي طوال مشواره مع النادي مع مارس الكولر حتى الآن النادي الأهلي لم يخسر سوى أربع مباريات النادي الأهلي وشانا بنتكلم بنتكلم بالأرقام منه مدر كبير النادي الأهلي مع مارس الكولر في الدور المصري لم يخسر أي مباراة النادي الأهلي الفرق اللي خسر منها خسر ماتشين الكاس العالم للأندية ماتش مع ريال مادريد ماتش مع فلمينجو البرازيلي وماتش مع سانداونز وماتش في الاتنين لفتولة إفريقيا دور المجموعات ماتش الهلال وده كان له ظروف خاصة والهدف غريب السوجلة ومباراة سانداونز جير كده بنتكلم الأهلي بسم الله ما شاء الله أرقام الأهداف حد سوى الحرج الأهداف اللي بتسجل فيك قليلة جدا 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 فإن شاء الله ولسه كمان لما ياخد اللي هو عايزه وإدارة المهاجم اللي يسجل من أنصاف الوحيد لها ده فرص كتير جدا هيتشوف الشكل مختلف جدا 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 كل التوفيق دي النادي الأهلي ومطعياتها بتاع ألمانيا والبليلة سوخنا في نهاية شكرا أنا رحيس أنت بتحبارك وما دمتم في إيمان الله ورعايته أستغفرك ربي وأتوب ليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب ليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته